رجعنا لكم في الجزء الثاني من برنامجنا النهاردة برنامجنا مناسبة إسمه صحتك صروتك هنتكلم النهاردة عن موضوع الصحة بتاعتنا بشكل مختلف شوية الصحة في الأطفال وأعتقد أنت النهاردة لو أنشاء تجيه كويس من الناحية النفسية ومن الناحية التربوية ومن الناحية التعليمية أعتقد دي هنجي نسمارها على المدى البعيد والمدى القصير هذه الحضانات في المجتمع المصري أصبحت من الأساسيات ولا حاجة تكملية ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفي وضيفكم النهاردة دكتورة جادر وميلة صاحبة ومديرة حضانة المسايا للتنمية أهلا بحضرتك يا دعوة إذا كانت خبرك عاملية الأخضار الحمد لله منوراني والضايا ربنا يا خديد مرسي وسيحنا نتكلم نهاردة في موضوع في الفترة الأخيرة الأخيرة الشغل الرأي العام وهو الحضانات عايزين نعرف هل الحضانة لها دور في المجتمع ولا مليهاش دور في المجتمع تمام طبعا الحضانة هي دور مهم جدا في المجتمع تمام بتأثر على الطفل وعلى الأم وعلى الأسرة بشكل عام تمام طبعا تأثير الحضانات على الطفل بتأثر عليه سلوكيا وبتأثر عليه مهاريا وبتأثر عليه تعليميا طفل أول ما بينزل الحضانة بيبدأ يكتسب مهارات من كل الأطفال اللي حواليه اللي بتعمل معيه ومن الميسات اللي بيتعامل معيه الانتر اكشن أو الكميونيكيشن أو الاتصال بينه وبين الأطفال ده بيكسبه مهارات جديدة ما بيعرفش يكتسبها وهو في البيت لوحده تمام فالاحتكاج ده هو اللي بيجيب اكتسب المهارات وتنمية المهارات عنده هيل تاني حاجة انه هو بيتغير سلوكيا الطفل لما بيروح للحضانة السلوكيات بتاعته بتبدأ تتغير لأنه بيبدأ يتعلم يعني إيه التزام يعني إيه قواعد مكان بيبدأ يعتمد على نفسه ده في البيت بيبقى صعب يعني في النورسري أو في الحضانة احنا بنبدأ نعلمه إزاي كله وحده إزاي يعتمد على نفسه إزاي بعد ما نخلص الكلاس بتاعنا نروأه ونحط الشير تحت يعني under the table ونروأ مكاننا لما نلعب في الجوردن نروأ مكاننا قبل ما نمشي من المكان بنبدأ نعلمه الالتزام السلوك ده يعني ما بيعرفش يكتسبه كتير في البيت لأن ماما في البيت شوية بتبقى بتدلع ما بتعرفش تسيطر عليه شوية الحضانة بتكسبه سلوكيات كتير جدا بيبدأ يكتسبها من الحضانة تالت حاجة تعليمية الطفل لما بينزل الحضانة بيتعلم بدايات الكلام بيتعلم بدايات الحروف والأرقام والحاجات دي كلها بيتعلمها عن طريق ناس متخصصين طبعا في أمهات يعني مشكورين جدا بيحاولوا يعلموا أولادهم في البيت وبيبزلوا مجهود كبير جدا ولكن هو للأسف الطفل في البيت فيه شقين في الموضوع ده مش بيستجيب للأم كتير هو بالكتير ممكن يعد خمس دقايق عشر دقايق ويبدأ يقوم من قدامها ما بيستجيب لهاش وقت طويل تاني حاجة أنه الأم ممكن ما تنطقش أو تدي المعلومة زي أصحاب المهنة أو زي التيتشرز طبعا التيتشر بيبقى ليها دور مؤثر جدا كمان الطفل بيستوعب من التيتشرز بتقوه أكتر من الأم وبيسمع كلامهم أكتر من الأم ويمكن الأمهات عارفين الموضوع ده كويس أنه أولادنا ممكن يتجعوا من المدرسة أو من النيرسري يسمع كلام التيتشر اللي قالته برغم أن الكلام ده ممكن يكون صادر من الأم مرة واثنين وتلاتة وما بيسمعش كلام الأم فطبعا هي الحضانة بتكسب الطفل مهارات كتير جدا 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 بالإضافة لأنه كمان حالات كتير جدا دلوقتي بقى فيها من الأطفال حالات توحد ده نتيجة لقاعدة البيت القاعدة قدام التلفزيون والتابلت والموبايل والحاجات دي الحضانة بتخلي الطفل يتفاعل مع الأطفال بتخلي الطفل يتفاعل مع الميسات غير وسائل التواصل الاجتماعي دي هي ما بتردش عليه هي وان وي كوميونيكيشن هو الولد بيسمع بس وبيسمعها منولوج منولوج فالولد بيسمع مش بيرد عليه وبالتالي بنشوف حالات كتير جدا دلوقتي بتقابلنا في الحضانات تأخر في الكلام تأخر في التفكير صعوبات تعلم فدي طبعا الحضانة هي اللي بتبدأ تعدي يعني بر الأمان مع الأم في الحالات اللي زي دي فطبعا الحضانة مهمة جدا جدا بالنسبة للطفل بالنسبة للأم احنا عندنا حاجتين عندنا الأم العاملة إذن احنا دلوقتي لما نتكلمنا في الشق الأولاني إن الحضانة بالنسبة مهمة جدا بالنسبة للطفل وتفنى دات الحضانة أصبحت شيء أساسي مش مكامل طبعا هي الخطوة الأساسية والأولى في حياة الطفل اللي بتبدأ تشكل شخصيتها أول حضارة ممكن يبقى لها نور مع الأم؟ ها طبعا إحنا عندنا دلوقتي الأمهات بتنقسم نوعين أم يعني بتشتغل مرأة عاملة وفيه أم قاعدة في البيت المرأة العاملة طبعا بيبقى عندها التزامات وبتنزل شغلها الصبح بتبقى محتاجة مكان تسيب فيه ابنها تبقى متطمنة عليه عشان تعرف تركز في شغلها وتنتك كويس وفي نفس الوقت المكان ده يكون مؤهل من ناحية النظافة ومن ناحية الاهتمام ويكون فيه كيرينج عالي وفي نفس الوقت يضي الطفل ده تعليم كويس تمام وبالتالي هي بتسند الدور بتاعها اللي هي مش هتقدر تقوم بيه لمكان تاني لأنها طبعا بترجع من الشغل عندها أعباء المنزل وعندها ما إلى ذلك فطبعا الحضانة بتقوم بالدور بتاعها لا هي بتقوم بالدور أكتر من اللي هي هتعمله تمام إن احنا اتفقنا اتفقنا دي نقطة الأولى فإحنا بنساعد المرأة العاملة إن هي بنضيف لها جديد إن طفلك معانا في أمان في الفترة اللي انت موجودة في الشغل فيه تمام الشق التاني الأم اللي قاعدة في البيت أنا دايما نقول الأم اللي قاعدة في البيت خدي بالك من ابنك كويس في مرحلة السن الصغير في أمهات كتير ما بتاخدش بالها وبتعتمد على إنه لا أنا بعلمه لا أنا بقوله لا أنا بتديله معلومات كتيرة فأنا مش محتاجة أنه ينزل للحضانة زي ما قلنا لأ هو نزول الحضانة تفاعل مع الآخرين طبع تفاعل مع أطفال عند حضرتك في البيت ممكن يكون فيه طفلة أو اتنين إخوات لكن ما عندكيش عشر أو خمستاشر أو عشرين طفل هيبدأ يتعامل معاهم طبع يتعلم إزاي أدفع عن نفسي إزاي أتشارك إزاي يبقى فيه تعاون بيني وبين الأطفال إزاي لو أنا عايز أخد لعبة من طفلة أو أعمل حاجة أخدها إزاي وبقاني أسلوبه من غير عنف تمام الحضانة كمان بتخرج طاقة كبيرة جدا عند الأولاد غير الطفل اللي قاعد في البيت بيبقى جوا طاقة ما بتخرجش أو بتخرج غلط بتخرج في صورة عنف أو بتخرج في صورة غير لائقة غير لما بينزل الحضانة هو بيخرج طاقته بيتعلم المشاركة بيتعلم التعاون بيتعلم قواعد والتزام فأكيد طبعا هي بتفرق كتير مع الأم اللي بتشتغل والأم اللي مش بتشتغل تمام وبتأثر كمان في الأسرة لأن الحضانات في كتير من الأطفال زي ما قلنا اللي ما بينزلوش الحضانات أحيانا بيجي لهم توحد ودي نسبتها عالية جدا موضوع التوحد ده يعني حب ألفة نظر الأمهات أنه بجد بيسقي الكاهل الأسرة جدا 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 وأكيد كلنا بنشوف حوالينا بعض الأسر اللي عندها طفل عنده سمات أوتزم قد إيه بتتعب مديا وقد إيه بتتعب نفسيا وقد إيه بتبزل من الوقت والمال من الوقت والفلوس كتير جدا 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 علشان يحسنوا الطفل ده طبعا فبيبقى فيه مشكلة ناقي الأم بتجلنا أمهات أحيانا الحضانة لأنه كل الحضانات فيها نسبة دمج فإحنا بيبقى عندنا نسبة دمج أطفال متأخرين أو عندهم سمات أوتزم الأم بتجلنا تقول أنا لسه هطلع به أودي جلسات التخاطب أودي جلسات مش عارف فين الأب كذلك والحاجات دي كمان بقت مكلفة جدا للأسر فهل جلسات التخاطب بتغني عن الحضانات؟ لأ هو الحقيقة اللي اتنين ده سؤال كويس جدا على فكرة الحقيقة اللي اتنين مكملين لبقى يعني إحنا دايما دي كترة التخاطب لما بيرح لهم الطفل كتير جدا بيعمل تحويل للحضانة يقول للأم حضرتك لازم تروحي حضانة لأن جلسة التخاطب هو بيدي مبادئ معينة ورولز الأم تنشي عليك أنا متالي مش كتير أنا مفروض في كل الأحوال لازم يحاولوا للحضانة دي حقيقة إحنا بيجلنا أمهات كتير جدا تقول أنا الدكتور حولني للحضانة لأن زي ما قلت لحضرتك في البداية هو الطفل في الحضانة بيتعامل عدد ساعات أكبر مع الأطفال ممكن يعد 8 ساعات عدد أكبر من الأطفال غير في جلسة التخاطب هو ممكن يعد ساعة لربع أو نصف ساعة مع الدكتور أو أخصائي التخاطب بيعلموا حاجات معينة فأنا شايفة أن الاتنين بيكملوا بعض يعني إحنا كتير حتى ما بيجينا الطفل بنلاقي فيه تأخر بنقول أمهات تجهي لمركز تخاطب وفي نفس الوقت إحنا بنتصل بالمركز ده وبنبدأ نتابع حالة الطفل لغاية ما نعدي به بر الأمان فالحقيقة هم الاتنين مكاملين لبعض عايز أسألك سؤال خارج الصندوق سؤال عكس كل من الناس ما بتفكر هل ممكن تبقى للحضانة دور إيجابي في موضوع فيروس كورونا؟ دور إيجابي؟ كمان كمان هي طبعا ليها دور إيجابي من ناحية أن الأطفال دلوقتي بقى لهم أكتر من ثلاث شهور أو أربع شهور محبوسين في البيت إحنا زي ما اتفقنا أن فيروس كورونا وإحنا في مجال الأدوية عارفين أنه عشان نتغلم عليه لازم يبقى عندنا مناعة كويسة جدا وعالية حقيقة أعتقد كنت شغالة في مجال ده وعدت موضوع من 12 سنة آه تمام فالأطفال محتاجين مناعة عالية الأطفال كمان جواهم طاقة نزول الأطفال للحضانة أكيد هيغير من نفسيتهم هيحسم من نفسيتهم يمكن كلنا حتى شفنا فيديوهات تدولة على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة اللي فاتت لأطفال بتعيط وعايزة تخرج ومتدايقة وهم مش فاهمين طبعا الحدث اللي احنا فيه قوي فهما نفسهم يخرج الكالي أكثر من الأولاد اللي بتعيطه هو الأمهات اللي بتعيط آه أكيد طبعا فنزول الطفل للحضانة هيخرج الطاقة اللي جواه هيبدأ يسترجع الحاجات اللي كان فيها والمعلومات اللي كان فيها يحصل تعاون وانتراكشن بينه بين الأطفال ده هيحسن من نفسيته هيلعب رياضة في الحضانة ده هيحسن من مناعته طبعا وبالتالي احنا بنساعد الأطفال ان احنا نحسن من مناعتها فطبعا هي ليها دور مهم جدا في الموضوع ده ولكن برضو أنا حابة أوجه رسالة للأمهات آه عندنا يعني في شوية بعض الأمهات على السوشيال ميديا عملوا ضجة جمدة جدا وعملوا هجوم على الحضانات تمام؟ ان هي تفتح تاني انا بس عايز اقول للأمهات حاجة احنا أمهات زينا زيهم تمام؟ وانا مش ضد الأمهات على فكرة والله انا معاهم قلبا وقلبا وعلى فكرة انا بقول للأم انا معيكي انتي لسه خايفة ولسه قلقانة ولسه متوترة على ابنك ده حقك وكلنا خايفين على ولادنا وكلنا أمهات الام اللي ما عندهاش اجبار وعندها اوبشن ان الطفل يفضل موجود في البيت معاها ما تنزلوش الحضانة لغاية ما تمر الأزمة بتاعت كورونا بسلام وخليه قاعد في البيت لو ده مريح بالنسبة لها نفسيا أكتر لو الأم مضطرة ان هي تنزلوا وعندها شغل وهتفقد شغلها وهتفقد عائد ما دي مهم تنزلوا الحضانة طبعا اجراءات احترازية هنذكرها بعد كده ان الحضانات تبدأ تقوم بيها فاحنا في الأول وفي الآخر كأمهات وأصحاب حضانات وتيتشرزي شغالين في الحضانات احنا كلنا صحاب كلنا خوات كلنا لازم يبقى فيه بنا لغة حوار ولا احنا نهاجمهم ولا احنا نهاجم الأمهات ولا الأمهات تهاجمنا الحضانة يا جماعة مكان اختياري مش اجباري أنا عمري ما هروح للأم أقول لها هاتي ابن حضرتك أو بنتك غصبا عنه ينزل من البيت يجيني ده قرارك وحضرتك صاحبة القرار نتمنى ان العلاقة ترجع بنا زي ما كانت احنا الأمهات كانوا صحابنا جدا بيحصل بنا تواصل طول اليوم وطول الوقت وفي الأعياد وفي المنسبات وممكن نوصل لمرحلة الصداقة ونخرج مع بعض فأنا الهجوم اللي حاصل على مواقع التواصل الاجتماعي ده ديقني على المستوى الشخصي لأنه حسيت ان احنا شوية ظلمنا احنا دايما بنقدم كل اللي عندنا وكل طاقتنا وكل مجهودنا علشان نسعد الأطفال دي وبالتالي الأمهات دي فإحنا لما لقينا الهجوم ده علينا حسينا ان احنا احبطنا شوية احنا قدمنا لكم كتير احنا عايزين نفتح لأن فعلا صدقني فيه أمهات كتير جدا بتكلمنا تقول لنا يا جماعة انا لازم ارجع شغلي وانا ما عنديش بديه طيب خليني أستفد من خبرة حاجة في مجال الدواء وانت باللوقتي يفتح حضانة خليني أعرف ايه هي الاجراءات الاحترازين اللي منهم يتنظرك انت او اللي انت هتعمليها في حضانتك اللي هي حضانت المسية هتعمليها عشان كل أم تبقى مطمئنية على ابنها وهو بتجيبه الحضانة تمام ورقم اتنين علشان احنا بنمنع انتشار العدو تمام وفي نفس الوقت انا يهمني ان الطفل يرجع الحضانة علشان الاسباب اللي انت يقلتيها من شوية تمام طيب احنا مبدئيا ان شاء الله لو ربنا قدروا الحضانات فتحت احنا الأمة أول ما بتيجي بنستلم منها الطفل من على الباب هي ما بتدخلش طبعا في الأوقات دي بنستلم الطفل من على الباب بنبدأ نطهر ايدي تمام بمطهر وبنبدأ نقلعه الشوز وده اصلا احنا بنعمله في الطبيعي من قبل كورونا بنبدأ ان نقلعه الشوز وانطهر الشوز بتاعته ونحطها في كيس بلاستيك طبعا سأنا عز حيكونت بتشرحيلي هتقولي الريدي الحاجات دي احنا بنعملها تمام او الحاجات دي احنا هنبتدى نعملها تمام احنا موضوع ان احنا انطهر اليد طبعا ما كناش بنعمله اول يعني الطفل بيبقى جاي من البيت متشطف ومضيف والكلام ده احنا هنطهر ايد الطفل احنا عندنا في النورس دي بتاعتنا اوتوماتيك اول ما بيدخل الطفل بنقلعه الشوز بنحطها في كيس بلاستيك بس ما كناش بنطهرها احنا الجديد اللي احنا هنطهر الشوز من تحت ونحطها في كيس بلاستيك وهنحطها في المكان بتاعها المخصص لغاية ما تيجي الام تستيلم الطفل دي اول خطر بعد كده هناخد الطفل يخسل ايده برضو بالمياه والصابون ونتأكد تماما انه هو ايدي تعقمت ويبدأ يلبس كروكس خاص به او سليبر او الشبشب العادي بس ده يكون خاص بالحضانة ما يكونش الطفل ماشي به قبل كده في اي مكان تاني وده هيتساف في الحضانة يعني اخر اليوم الطفل هيقلعه وهيسيبه في الحضانة علشان تاني يوم ييجي يلبسه تمام هيبدأ يلبس الكروكس بتاعه ويتحرك به جوه المكان هنبدأ في الكلاسز جوه هنحط طبعا هتبقى الكلاسز كلها متعقمة تماما هنحط في كل كلاس مثلا على حسب مساحته ماكسمون خمس اطفال تمام هيبقى فيه بين كل طفل وطفل حاجز او فاصل او سيباريتور تمام بحيث ان الطفل ما يبقاش نفسه في نفس الطفل اللي جنبه بالاضافة لان السيباريتور ده هيبقى قدامه برضو ما بينه بين الميس بتاعته تمام تمام هيبدأ يحصل تفاعل بينه وبين الميس من خلال السيباريتور مفيش تلامس بينهم تمام الميس طبعا لبس الكمامة وهنقول الاجراءات الاحترازية بتاعت التيتشارز ولكن هي هتتعامل معا بتولز تعليمية من خلال السيباريتور تمام تمام الاطفال بالمناسبة لما يشوفون بتاعتهم لبس الكمامة يتخض احنا هنبدأ نفهمهم يعني هنقولهم ان ده علشان احنا لازم نفسنا يبقى بعيد عن بعض علشان ما نعديش بعض عشان ما نبقاش عينين الاطفال عندهم وعي كويس جدا لقصة العياة هل الاطفال تلبس كمامات؟ لانه ده علميا ثبت انه مش صح الوقت طويل وانه لو هيلبس فهيلبس عشر دقيق ربع ساعة ماكسب فهو مش صح انه يلبس كمامة طب يلبس ايه طيب احنا ممكن نلبس الواقي بتاع الوجه كله ونقول للاطفال ان ناخدها في صورة حاجة فن يعني اللي هو يعني انت حقيقة تبعت له بحاجة فن حاجة جديدة اه تمام والطفل بطبيعته بيحب حاجة جديدة بيحب التجديد احنا حتى ما بنيجي مثلا نعمل لطفل يعني ريورد وفي حاجة جديدة هو ما بيعملهاش قبل كماما فممكن نقنعهم اه اكيد هما طبعا هيعترضوا شوية هيزهقوا هيبدأوا يقلعوا هنبدأ نقنعهم واللي هيساعدنا انه الاعداد مش هتبقى كبيرة يعني احنا متفقين ان كل حضانة هتكتفي بعدد صغير جدا عندها وهيبقى طبعا برقابة من وزارة الشؤون الاجتماعية وفي تفتيش والحاجات دي كلها فدي خطوة من الخطوات الميس هتبقى بتتفاعل معاهم من وراء السيباريتور مش هنستعمل طبعا في الاول الكتب ولا ادوات من سوري لان دي لحد ما تطهرها اثبت انه صعب وممكن ينقل عدو فهنبدأ نتعامل عن طريق مثلا فلاش كارد عن طريق سونجس عن طريق هي ممكن الميستا تعامل بمن سوري ولكن الطفل ما يلمسهاش هي بس اللي تلمسها وبعد كده تشاه الجاردن ممكن طبعا مش هينفع الاطفال تدخل كلها الجاردن زي الاول لانه ممكن لو طفل طلع على سلايد او على مرجيحة وطفل تاني بعده هتبقى فيه مشكلة او يعدوا بعد فممكن يعني احنا انا فكرت شوية بطريقة مختلفة ان احنا الجاردن ممكن نخلي مثلا فيها ماكسموم تلات ألعاب كل طفل يدخل خمس دقايق سبع دقايق عشر دقايق وطفل عدد الاطفال يدخل يلعب لوحده وبعد ما يخرج الناس المشرفات المسؤولين او النانز المسؤولين عن تطهير المكان هتبدأ بالمطاهرات تنظف التلات لعب دول او الاربع والطفل اللي بعده يدخل بحيث برضو ان احنا ما نبقاش منعنا حتة الترفيه تماما وهو جاي يخرج طاقة تماما فدي حتة الجاردن بعد كده لو احنا عندنا غدا او عندنا الكلام ده برضو هنبدأ انطهر ايدي ونعقمها ويدخل قط الداينج روم او الاكل برضو هيبقوا مثلا اربع اطفال خمس اطفال كل كلاس هيدخل لوحده هيكله في اطباق وشوك او معالق بلاستيك وهتترين تماما تماما بحيث ان احنا برضو والكبيات هيشربوا فيها بلاستيك وهتترين حيث ان احنا نبقى ضمنين نظافة المكان بعد كده في وقت التسليم برضو الطفلة هنعمل له وش كويس جدا وانطهر الشوز بتاعته وهيبدأ يلبسها وهنبدأ نسلمه للام من على الباب برضو هي مش هتدخل تاني مش هنعمل اي تزاحم طبعا لازم نلتزم الامهات كلها جاية لابسة الكمامة عشان برضو التعامل وهنسلم الطفل الاجراءات الاحترازية اللي خاصة بالتيتشرز وريبة شوية من اللي خاصة بالطفل هي التيتشر طبعا هتيجي الصبح برضو هتقلع الشوز بتاعتها هتطهرها هتلبس كروكس او سليبر مخصوص للمكان تمشي بيه الكمامة ملبوسة طول الوقت كل ساعة او نص ساعة هتخسل ايديها وده برضو يحصل مع الاطفال وهتعقم ايديها كويس كل فترة صغيرة وهنرش ميا بالكلور في المكان كل فترة وهكذا يعني التيتشرز هيطبق عليهم نفس الكلام طبعا الشؤون الاجتماعية اكيد هتنزل لنا المفروض خطوات احترازية هنمشي عليها واحنا هنتبعها كلنا وهيبقى فيه تفتيش دائم اه من ضمن الحاجات برضو معلش اللي انا اسقطت مني الجهاز مقياس الحرارة ده مهم جدا 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 في اي مكان دلوقتي فده طبعا لازم كل حضانة تشتريه لو انت النهاردة جالك طفل ومجهاز الحرارة لانه حرارته عليها مش هدخله الحضان هاعتذر للام ومش هدخله ومن الناس انت ممكن تيسر حرارة للطفل وللام اه احنا ممكن نعمل كده فعلا اه فطبعا ده لو الام ده كانت حرارة عليها تاخده الطفل لا انه ممكن صحيح يعني دي اضافة دي ممكن صح صح فالجهاز ده مهم جدا جدا احنا لما بيجينا حتى الطبيعي بتاعنا في اي يوم او على مدار السنة لما بيجينا طفل بيعية احنا بنفصله فورا ده السؤال الاخير اللي عايز سأله لحضرتك النهاردة انتوا على مدار السنة ما بفيش امراض معدية بتيجي في الخضراء فيه طبعا اكيد تصطرفوا معها ازاي طبعا اول ما بيحصل مرض معدي احنا الاول فيه حاجات بنشك عليها على خلال السنة يعني لو فيه اي مرض جلدي معدي بيبدأ يظهر طبعا بنفصل الطفل فورا وبنتصل بالام بتيجي تاخده تمام ده رقم واحد رقم اتنين فيه امراض معدية مثلا زي حشرات الشعر والحاجات دي بيبقى ليه سيزون احنا اكشوال بنبقى كو اكتف او بنبقى سابقين الحدث مش بنستنى لما العدوى تحصل ونبدأ نتعامل معاه احنا اصلا لما اي طفل جديد بيجينا بنبدأ نبص في شعر كويس جدا وبنبلغ الام وكل مثلا فترة معينة بنبلغ الامهات ان احنا نعمل حملة على الولايات كده وهنبص في شعرهم ولو فيه اي حاجة ظهرت بنعزل الطفل فورا وبنتصل بالام بنقول لنا استأذنك ما يجيش لمدة اسبوعين ويتعالج تماما ولما يرجع مش هنستلموا من على باب الحضانة إلا ما نتشك عليه تاني ونتأكد انه الطفل بقى فيه تماما طبعا لازم برضو يبقى فيه دكتور متواجد معظم الوقت الفترة اللي جاية معدل وجود الدكتور يبقى أعلى ممكن مرتين في الاسبوع مثلا ونبقى على كونتك تبيه طول الوقت عشان لو اي حدث عارض ظهر لنا يبقى دايما عندنا اشراف طبي نتعلي ده عشان تشغلت في الدواء فده أثر فيه دكتور يعني مهتمة قوي بموضوع الدكتور حاجة أخيرة بس انه الحضانة اللي تقدر تجيب البوابات بتاعت التعقيم يبقى اتس اوكي هي ممكن تكون تكلفتها عالية شوية بس اعتقد ان فيه حضانات ممكن تجيبها دي هتبقى أمان أكتر للطفل وللأم بالمناسبة الناس بتعطي ضمن الاجتماع لو حاب يتواصلوا مع الدكتورة كده في رقم تنفيذ البرنامج لو حبيت تتاخذوا من خبرتها يعني استغلت في مجال الدواء 15 سنة وبقالها في مجال حضانات 5 سنين لو حبيتوا لو حبيتوا تستفيدوا من خبرتها لو انت حبيتوا أو عاديين تحبوا هستألك سؤال أخير في السريع هل الحضانة بتؤهل لدخول الطفل للمدرسة؟ أو ده لأ آه طبعا يعني وحنا نتنين على مدارسة؟ آه طبعا فيه أمهات كمان معلش في نص دقيقة كلموني هم بيعملوا ترانسفير أو تحويل من مدرسة للمدرسة وعندهم انترفيو تاني فقالولي أرجوكي افتحي نلحق نراجع الولاد نسي تكل حاجة فطبعا أكيد هي مهمة الانترفيوهات للمدارس أنا هجيب ولادي الحضانة أو لأ أنا هاخد القرار أنا صاحب القرار فإن أنا أودي ولادي حضانة المسيح أنا صاحب القرار محدش يافد علي القرار تمام شكرا لحضرتك الفقرة التانية النهاردة وكان الفقرة مسمرة وليه علاقة بالصحة نتكلمنا في الصحة النفسية والصحة العقلية تمام عشان احنا بنامجنا تعرف بالنمج متخصص شوية فالناس حتى استغربت هنتكلم ازاي عن الحضانات اعتقد ان احنا لازم كنا نتكلم من الحضانات كميم أنا بشكر حضرتك جدا انت اعتقد لي بفرصة ان انا اتكلم في المدارد النهاردة أنا اللي بشكرك على مصطوع الشخصي شكرا يا دكتورة خلصت الفقرة التانية بتاعتنا النهاردة وانا بنابع عنكم وبنابع عن كل اوم بشكر الدكتورة جادر وميلة صاحبة ومديرة حضانة المسيح خلينا بقى نتكلم في الجزء التالت النهاردة مشغبات عدل وعلاق اللي احنا بقى انا كتير قوي ما بناش مع باضينا مش عارف اقول النهاردة جاي مستحليف لي ولا لأ انا مش عارف خلينا نشوف هناخد القرار ولا مش هناخد القرار ان احنا نشغل بعض نطلع الفاصل ونشوف الجزء التالت من برنامجنا النهاردة فاصل ونوصل